حار فكري لست أدري ما أقول أي طهر ضمه قلب الرسول أي نور قد تجلى للعقول أنت مشكات الهداية أنت نبراس الهصول حار فكري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جئتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد فهذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في سلسلة دروس في شمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكنا بدأنا المجلس الماضي حديثا عن صبره صلى الله عليه وسلم على أذى المشركين وتحمله الشدائد في سبيل الله وسبق أيها الإخوة أن أسباب التوفيق سبعة ما من إنسان يبحث عن التوفيق في هذه الحياة والناس كلها باحثة عن التوفيق الشاب الذي يريد أن يتزوج يسأل الله عز وجل أن يوفقه مع أهل بيته والطالب الذي يريد أن يدرس يسأل الله عز وجل أن يوفقه في دراسته والعامل الذي بدأ عملا جديدا يدعو الله عز وجل أن يوفقه في عمله والمسافر الذي سافر بحثا عن رزق أو عن علم يطلب من الله عز وجل أن يوفقه في سفرته فالتوفيق بضاعة وسلعة رائجة يبحث عنها الناس جميعا والتوفيق خزائن مفاتحه بيد الله عز وجل يعطي منها أناسا ويمنع آخرين وهذا العطاء ليس خبط عشواء ولكن الله عز وجل يعطي بحكمة ويمنع بحكمة وما توفيقي إلا بالله المطلوب من العبد أن يبذل أسباب التوفيق التوفيق عند الله عز وجل مفاتحه ينزله على أقوام ويمنعه أقواما ليس بيدك أن توفق في حياتك بيدك أن تدرس بيدك أن تعمل بيدك أن تتزوج بيدك أن تجتهد لكن التوفيق عند الله عز وجل غير أنه هناك أسباب من لزمها كتب الله تعالى له التوفيق ومن ابتعد عنها منع التوفيق والتصق بالخذلان نسأل الله السلام أسباب التوفيق سبعة السبب السادس في أسباب التوفيق الصبر ما ممكن أن توفق في حياتك الزوجية إن لم تلزم فيها الصبر ما ممكن أن توفق في دراستك إن لم تتمسك بالصبر ما ممكن أن تتوفق في تجارتك وأعمالك الدنيوية إن لم تكن صابرا من غير ممكن أن توفق في سفرتك إن لم تلزم الصبر فالصبر سلعة الموفقين والصبر سبب لسعادة في الدنيا وفي الآخرة ما من أم رأت أولادها برتب عاليات إلا بعد صبر شريبته وما من أب رأى أولاده في مكانة رفيعة إلا بعد صبر وعلق من تجرعه وما من تاجر صار ثريا إلا بعد صبر كابده وما من طبيب صار طبيبا إلا بعد صبر جالسه فالصبر سبب من أسباب التوفيق وسبق في الدرس الماضي أن الصبر حبس النفس على ما تكره أحيانا يأتيك أشياء مما تكره تزعجك لكن إعلام بأن السعادة كل السعادة في أن تحبس نفسك على هذه الأشياء ثم تتجاوزها إلى ما بعدها من الخير لو لا الصبر ولولا البلاء ولولا المحنة لبقي يوسف مدللا في حجر أبيه لكن لما ابتلي وصبر صار عزيز مصر لو لم يتجرع الصبر في الجب ولو لم يقارن الصبر في الحبس ولو لم يلزم الصبر في قصر العزيز لما صار عزيز مصر لولا الصبر لما تفجرت ماء زمزم لما صبرت هاجر على شدة الجوع والعطش وصبرت على شدة وحرقة قلب الأم على ولدها إسماعيل الصغير الذي لا يجد الماء لما صبرت كان انضرب جبريل بجناحه على الأرض فخرجت زمزم ماء معينا الصبر سلعة الناجحين حبس النفس على ما تكره سلعة الناجحين لذلك إذا نزل بك بلاء إذا نزلت بك شدة إذا نزل بك كرب فاصمد واثبت واحبس نفسك على ما تكره واصبر واعلم بأن الفوز قريب إن شاء الله تعالى إذا عرضت لك معصية فاصبر واحبس نفسك على ما تكره وغالب الشيطان والهوى واعلم بأنك ماضم باتجاه فوز كبير والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي أتدرون يا أيها الإخوة كيف يفطم الطفل الصغير عن ثدي أمه يطعمونه العلقم يطعمونه المادة المرة يطعمونه الصبر وهو يكره وهو يبكي ولعله يمرض لكن إن لم يتحمل هذا المرض وهذا الألم وهذا الضيق النفسي لا يصير رجلا أتدرون كيف يخرج الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا يكاد أن يموت وتكاد أن تموت أمه لكن بعد أن تصبر هي وبعد أن يصبر هو صبرا لا إرادي صبرا غير اختياري فإذا به ينطلق إلى سعة حياة الدنيا الآن أنت في هذه الحياة الدنيا موعود أن تنطلق إلى سعة الآخرة إذا صبرت على ما تكره شبه النبي صلى الله عليه وسلم سعة الآخرة إلى ضيق الدنيا بسعة الدنيا إلى ضيق رحم الأم كضيق رحم الأم وسعة الدنيا الدنيا كلها كرحم الأم والآخرة كسعة هذه الدنيا إذا كان الأمر على سبيل التناسب لكن المادة التي تجتاز بها هذه الامتحانات هي الصبر كان النبي صلى الله عليه وسلم خير من صبر على الطاعات وكان خير من صبر عن المعاصي وكان صلى الله عليه وسلم خير من صبر على الشدائد والكربات وها هو الشيخ رحمه الله يتحدث عن عظيم صبره صلى الله عليه وسلم على أذى المشركين ويتحدث عن تحمله الشدائد في سبيل الله عندما تمشي في درب الله ستنزل بك شدة أحيانا إنسان يكون بعيدا عن الله عز وجل وأموره تمشي بطريقة جيدة بطريقة سليسة علاقته مع أهله هو آمر الناهي علاقته مع المال المال موفور بين يديه علاقته مع أصدقائه في صحبة وفي سعادة حتى إذا التزم ومشى في درب الله مستقيما نزل به البلاء فإذا به تضيق عليه أموره المالية وإذا به ينفر أصحابه من حوله وإذا به يشعر نفسه وحيدا يعجب أنا قبل الالتزام كانت أمور الدنيوية تمشي بشكل حسن فما بالي عندما التزمت بدرب الله عز وجل التزمت في درب سبيل الله عز وجل تقلبت بي الأمور ونزلت بي الشدائد إذا حدث معك هذا الأمر فاعلم أنك تمشي على صراط سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل الشدائد في سبيل الله عز وجل أكثر من مرة أخبرتكم أيها الإخوة أتدرون كيف ينقى الذهب الذهب ينقى بعرضه على النار بالفتنة هذه تسمى الفتنة أصل الفتنة عرض الذهب على النار الذهب المخلوط بالشوائب يعرض على النار وكلما ارتفعت درجة حرارة النار كلما تساقطت الشوائب وكلما صف الذهب أكثر لذلك الذهب عيار 24 هذا يتعرض إلى نار وفتنة أشد وأكبر من الذهب عيار 21 21 في شوائب أكثر العيار 21 درجة حرارة النار والفتنة أعلى وأشد من الذهب عيار 18 الـ 18 أعلى وأشد من الـ 14 وهكذا إذا أردت أن تصير ذهبا فلابد أن تصبر على الشدائد ولولا أن الفحم صبر على شدة الضغط وشدة الحرارة لما صار ألماسا يوضع على تيجان الملوك الألماس هو فحم تعرض لضغط جوي أضعاف مضاعفه من المرات وتعرض لحرارة عالية فصار ألماسا لو لم يرضى الفحم أن يتعرض لهذا الضغط وهذه الحرارة لبقي فحما يركل بالأقدام لكن لما صبر على الحرارة وعلى الضغط صار ألماسا يباع بأجزاء من الجرامات بالملايين لذلك المسلم يا أيها الإخوة يتعرض في حياته لصبر وشدائد ما إن مشى في سبيل الله حتى تأتي الشهوات تريد أن تأخذه من هذا الدرب فإذا به يقطعها من أجل أن يصبر نفسه على درب الله عز وجل ما إن تمشي في درب الله عز وجل حتى يأتي الشيطان يريد أن يأخذك من فعل الطاعات فأنت تحبس نفسك على ما تكره إرغاما للشيطان وإرضاءا للرحمن من أجل أن تصل إلى هدفك هدفك إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي عندما تعمل في الدعوة إلى الله يأتي عليك المستهزئون ويأتي إليك المرجفون ويأتي إليك المبغضون ويأتي إليك المنافقون من أجل أن يصدوك عن الالتزام بدرب الله عز وجل والمطلوب منك من أجل أن يوفقك الله عز وجل في هذا الطريق أن تحبس نفسك على ما تكره الأخت عندما تلتزم بلباسها الشرعي عندما تلتزم بانضباطها الشرعي تأتي مئة فتاة لتهزأ منها ولتسخر منها ولترجف عليها ولتوقعها في بلبلة ولتفتنها وتبعدها عن دينها المطلوب منك يا أيتها الأخت أن تحبس نفسك على ما تكره في هذا الطريق من أجل أن تصل إلى تلك الجنة التي وعدت بيها سواء في الآخرة أو الفوز الذي وعدت به في هذه الدنيا فالصبر سلعة الموفقين وعلى رأس هؤلاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الشيخ لما مات عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب اشتد إيذاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم الآن نحن يا أخوان نتكلم عن أعظم خلق الله تعالى عن رجل مدعوم بسيدنا جبريل عليه السلام مدعوم بملائكة الله عز وجل ينزل عليه الوحي من رب العالمين شفيع الخلق عند الله عز وجل حبيب رب العالمين يؤذيه رجل مشرك من أنتني خلق الله طيب دخيلك يا رب لما لم تهلك هذا المشرك قبل أن يؤذي حبيبك صلى الله عليه وسلم لما لم تخسف الأرض بهذا الفاجر قبل أن يؤذي رسولك صلى الله عليه وسلم هذا تعليم يا أيها الأخوات ويا أيها الإخوة لكل أخ فينا ولكل أختين بأن الصبر سلعة مطلوبة أن تقتنيها في طريقك إلى الله عز وجل وما أحد منكم يظن أنه إذا التزم بدرب الله عز وجل فالأمور كلها ستكون ممهدة والطريق كله سيكون معبدا حتى إن بعض السالكين قال وطريقنا محفوفة بالشوك بالدم بالجراح أنت لما تمشي بدرب الله عز وجل هكذا الطريق محفوف بهذه العقبات ومطلوب إليك أن تتجاوزها وأنت تتجاوزها إن شاء الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات طريق النار سهل بسهوة طريق الجنة صعب حزن بربوة الجنة تطلع صعب جدا تعرق وتتعب وتكد وأحيانا تنزلق قدمه وأحيانا تخاف أن تسقط ثم أنت تستمر طريق الجنة صعب بربوة طريق النار سهل بسهوة نزول لكن هذه السهولة سيتبعها جهنم والعياذ بالله عز وجل وتلك الصعوبة ستتبعها الجنة ونعم دار المتقين تخيلوا يا أيها الإخوة لو أن رجلا قلنا له وقد حكم عليه بالإعدام قلنا له غير أننا سنأخذك في رحلتين من أجل أن تذهب إلى مكان الإعدام نسأل الله السلام في قطار وفي هذا القطار نحن نقدم له الطعام والشراب والألعاب والتسالي والمكسرات والبوزة وراح يفرح هو في هذا القطار الله أكبر لكن في آخر طريق هذا القطار هناك حبل المشنقة هذا هو طريق النار سهل وشهوات وأهواء واتباع لما تريده النفس لكن آخره وقوع نسأل الله عز وجل السلام في وادي جهنم لكن يبقى طريق الجنة مع صعوبته لكن في الأخير أنت ستنال رتبة عالية لما مات عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب اشتد إيذاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وقابلوه بأنواع العداوة والشدائد فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لعل ثقيفا يكونون له ردءا وعونا وأنصارا على قومه في مكة فإذا بهم يقابلونه أسوأ مقابلة ويردون عليه أقبح رد وإنما قصدهم لأنهم كانوا أخواله ولم يكن بينه وبينهم عداوة روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد يوم أحد وتدرون ما معنى يوم أحد يوم أحد يوم دخلت حلقات المغفر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فانتزعت بأسنان صحابي مع أسنانه تخيل حلقة حديد تدخل في وجنتك تحاول رفعها فلا ترفع فيأتي شخص يمسكها بأسنانه ويصحبها من جلد وجهك يوم أحد يوم سقط النبي صلى الله عليه وسلم في حفرتين فجرحت رجله صلى الله عليه وسلم يوم أحد يوم قتل سبعون من صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم أحد يوم جرح باقي الجيش الإسلامي يوم أحد يوم قال فيه المشركون أعلو هبل يوم أحد غنت فيه المشركات والفاجرات على جثث الصحابة سيد عائشة تقول يا رسول الله هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردته فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب اسم مكان فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوه عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال قد بعثني إليك لتأمرني بأمرك بما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين يعني الجبلين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا وروا أبو نعيم في الدلائل عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال ومات أبو طالب وازداد من البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة فعمد إلى ثقيف يرجو أن يؤوه وينصروه فوجد ثلاثة نفر منهم سادة ثقيف وهم إخوة عبد يا ليل بن عمر وخبيب بن عمر أو ابن عمر ومسعود بن عمر فعرض عليهم نفسه صلى الله عليه وسلم وشكى إليهم البلاء ومنتهك قومه منه فقال أحدهم أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله بعثك بشيء قط الله أكبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مضى إليهم لينصروه وهؤلاء الثلاث هم زعماء فإذا بهم يسخرون منه الأول يقول أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله بعثك بشيء قط وقال الآخر والله أكلمك بعد مجلسك هذا كلمة واحدة أبدا لإن كنت رسولا لأنت أعظم شرفا وحقا من أن أكلمك وقال الآخر أيعجز الله أن يرسل غيرك إن الله عز وجل ما وجد غيرك حتى يرسله قال وأفشوا ذلك الذي قال لهم في ثقيف واجتمعوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدوا له صفين على طريقه فأخذوا بأيديهم الحجارة فجعل لا يرفع رجله ولا يضعها إلا رضخوها بالحجارة وهم في ذلك يستهزئون ويسخرون يا أيها الأخ فيك تتخيل حالك في هذا الموقف؟ شيء صعب 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 فوق التخيل قال فلما خلص من صفيهم وقدماه تسيلان الدماء عمد صلى الله عليه وسلم إلى حائط من كرومهم فأطى ظل حبلة من الكرمي فجلس في أصلها مكروبا موجعا تسيل قدماه الدماء وذكر ابن إسحاق وروى الطبراني أيضا عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما لما توفي أبو طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا إلى الطائف فدعاهم إلى الإسلام فلم يجيبوه فأتى ظل شجرة أي من عنب فصلى ركعتين ثم قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين وأنت رب المستضعفين إلى من تكلني إلى عدو بعيد يتجهمني يعني يلقاني بالغلظة أم إلى قريب ملكته أمري إن لم تكن غضبانا وفي رواية إن لم تكن ساخطا وفي رواية إن لم يكن بك سخط وفي رواية إن لم يكن بك غضب علي فلا أباني يا رب المهم أنت لا تغضب لا ترضى أنا لو ضربت لو جرحت لو استهزئ بي أنا غير مهم المهم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب إن لم يكن بك سخط علي فلا أباني غير أن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك وفي رواية أن يحل علي غضبك أو ينزل علي سخطك ولك العتبة يعني أطلب رضاك يا رب حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك يا أيها الإخوة هذا شيء من صبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والمسلم الذي يريد أن يستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل العافية لكن إذا نزلت به شدة أو نزل به بلاء أو عرض له مخوف في طريقه إلى الله عز وجل أو جاءه مرجف ليأخذه عن درب الله عز وجل أو عرضت له فتنة أو شهوة أو جاءه شيطان ليبعده عن طاعته أو ليوقعه في معصيتين فعليه أن يلزم الصبر الذي لزمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين حار فكري لست أدري ما أقول أي طهر ضمه قلب الرسول أي نور قد تجلى للعقول أنت مشكات الهداية أنت نبراس الوصول حار فكري ترجمة نانسي قنقر